دلوقتي لو انت عايز تعمل او بث مباشر على تيك توك ولكن من على الكمبيوتر مش من على التليفون فالموضوع دلوقتي يبقى سهل قوي مع التطبيق بتاع المخصص لانك تعمل بث مباشر على تيك توك من على البي سي مش من على التليفون. والموضوع سهل جدا كل اللي عليك انك تعمل له انك هتدخل على الموقع جوجل وهتكتب تيك توك لايف استوديو واول نتيجة في البحثة تزهر قدامك اللي هي كلمة داونلود لايف استوديو هتدوس عليها. واول ما تدوس عليها هيفتح معك الموقع بتاع تيك توك هتلاقي قدامك الكلمة اللي باللوحمر دي اللي هي تنزيل مجاني للنظام هتدوس عليها واول ما تدوس عليها هيسألك انتنعيس تنزل التطبيق بتاعتك توق لايف استوديو فين عندك على الجهاز هتختار المكان وتقول له هسبتدي التطبيق انزل على الجهاز حجمه تلتمائة تسعة وسبعيين في لازم بردو تبقى انفضلهم صحة عندك واول ما التطبيق انزل عندك على الجهاز هتدوس عليك للكتين فيفتح معك بداية الخطوات بتاعة تطبيق التطبيق على الكمبيوتر عندك. هتحدد انت عايز تنزل التطبيق عندك فين? انا هنا عندي هنزل وعالسي مفيش مشاكل وهقول له انيستول. واول ما تثبيت التطبيق خلاص عندك على الجهاز هتليب يسألك هنا بيقولك عايز تشغل التطبيق على طول بتاع تيكتوك لايف ستوديو بعلمة الصح دي فانا هخليها زي ما هي وهقول له اول حاجة هتبتدي تعمل او تسجل بالحساب بتاعك فهتدوس على كلمة هتلاقي عندك بقى كل او كل الطرق اللي تقدر انك تسجل بها دخول انا هنا هسجل اول ما تسجل الدخول هتلاقي التطبيق فاتح معك بالمنظر ده وبيقولك لو انت يعني عايز تمشي مع الخطوات اللي هو بيشرحها لك انا هنا هدوس على وهدوس على هتلاقي فتح لك الواجهة بتاعة الواجهة المستخدم بتاعة التطبيق بتاع هنا طبعا هتلاقي بيقولك ان هو عشان بيكون في مجموعة كده من والمراحل اللي لازم انك تخلصها علشان التطبيق يبدل شغال عندك على الجهاز فانا هقول له انا طبعا عشان استخدمت التطبيق قبل كده فكنت مخلص كزا مرحلة فهاعدي الخطوة دي دلوقتي وهدوس على كلمة هنا عشان ارجع على الواجهة بتاعة المستخدم نفسها فده بيكون شكل وجهة المستخدم بتاع التطبيق هتلاقي عندك هنا الكلمة بتاعة دي هي بتبقى المفروض اربعتاشر يوم بس انا زي ما قلت لك عشان اشغلت التطبيق عندي على الجهاز لو دوست عليها هتلاقي في هنا اللي هي هتدوس عليها هتلاقي بيقولك ان هو ومديلك امكانية الدخول على التطبيق لمدة اربعتاشر يوم وممكن تتمدل مية وتمانين يوم بشارة انك تخلص الشروط بتاعة اللي هي هم تعلم عليها صح دي دي ممكن تقراها انت بعد كده واتطبقها واللي مضمنها مسلا انك انت لازم تعمل في اول تلاتين يوم وان انت هيكون عندك الف ومجموع كده من الحاجات اللي انت هلازم تخلصها علشان يبدل التطبيق موجود عندك على الجهاز كمان لو حاوب انك تخلي تطبيق اللغة العربية هتختار من هنا كلمة انجلش وتدوس على العربي فهتخلي التطبيق كله باللغة العربية هتلاقي عندك بعد كده القائمة بتاعة الصفحة الرئيسية دي بيكون فيها بقى افضل للمشاهدين وفيها تسجيلات البث المباشر اللي انت عملتها قبل كده في بعد كده التحليلات دي بيكون فيها كل التحليلات بتاعة البتوث اللي انت عملتها قبل كده والتفاصيل بتاعة الفيديوهات هتلاقي كل هنا الفيديوهات اللي انت عملتها. واتلا عندك بعد كده القائمة بتاعة محتوى البث دي القائمة اللي بيكون فيها كل المحتوى اللي انت عملته تسجيلات البث المباشر دي لو دست عليها كده هتلاقي فيها التسجيلات اللي انت عملتها قبل كده. عشان لو حابب انك تعدل بقى في البث دوت وتزيعه بعد كده او يعني حابب انك تعدل في البث ده وتنشره بعد كده عندك على التطبيق بتاعك او على الاكاونت بتاعك على تيك توك. فبتدوس مسلا على علامة المقص دي وبتعدل في البث بتاعك او بتقص الجزء اللي انت عايزه. وبتيجي هنا بعد كده عند القائمة بتاعة التعديلات دي بيكون فيها كل التعديلات اللي انت عملتها. واتلا عندك بعد كده قائمة الاشتراكات ومركز المساعدة ولكن الاهم من كده ان احنا نيجي هنا عند كلمة الرجوع هندوس عليها فدي بتكون واجهة المستخدم بقى بتاعة البث المباشر اللي احنا نشرحها بالتفصيل دلوقتي. اول قائمة عندك فوق هنا دي بيكون فيها مجموعة من المعلومات كده اللي بتخص الكمبيوتر بتاعك وبتعرفك هل هو مؤهل انه يعمل بث مباشر والدني عندك ماشي تمام في الجهاز عندك ولا لأ? زي مسلا عدد في الثانية الزاكرة المستخدمة قد ايه مستخدم منه قد ايه في اسقاط للاطارات ولا لأ? كل المعلومات دي بتكون موجودة هنا. هتلاقي عندك بعد كده في الجنب القائمة بتاعة مشاهد دي بيكون فيها الاعداد بتاعة البث نفسه لو انت عايز تزبطها اول حاجة فيها الوضع التوافق. وضع التوافق دي لو فتحتها هتلاقي عندك الاختيار ما بين الوضع الافقي والوضع العمودي ووضع التوافق. لو انت عايز تخلي البث بتاعك في الوضع الافقي فهتختار الوضع الافقي والوضع ده بينقلك كل الحاجات اللي بتحصل على سطح المكتب عندك او على بتاعتك اي حاجة هتبقى بتفتحها على هتلاقيها بتبان في البث بتاعك زي كده هتلاقي يعني اي حاجة انت بتفتحها كده هتلاقيها بتبان في البس عندك. نفس الموضوع لو اخترت الوضع العمودي ده بيخلي لك الوضع بتاع البس عمودي مش افقي وبرضو نفس الموضوع هتلاقي حاجة انت بتعملها على سطح المكتب هتلاقيها بتظهر عندك في البس زي كده. كل الحاجات اللي انت بتعملها هتلاقيها بتظهر معاك. الوضع التوافقي ده اللي انت بتختار فيه او وضع التوافق ده اللي انت بتختار فيه كل الحاجات اللي انت عايز تعملها بقى بشكل مفصل وبشكل احسن يعني مسلا هتلاقي عندك هنا القايمة اللي باين فيها الجنبي هنا البث بتاع الشاشة لو انت تليفونك اندرويد او البث بتاع الشاشة لو تليفونك اي او اس او تليفونك ايفون لو عايز تديف صورة لو عايز تديف كاميرا او حاجات تانية غير كده هتلاقيها كلها لو دست على كلمة المزيد او امور دي هتلاقي فيه هنا كل الحاجات اللي ممكن انك تضيفها هنبتدي الاول نزود الكاميرا انا هنا هحط الكاميرا بتاعت التليفون هستخدم الكاميرا بتاعة التليفون في البث لو انت ما عندكش كاميرا مسلا فتقدر تستخدم كاميرا التليفون. فاجيب بث الشاشة هتدوس عليها. هتلاقي عندك اختيارين يا اما انك تختار بث الشاشة السلكي ده لو انت موصل التليفون بتاعك بكابل او بث الشاشة اللي سلكي لو انت هتوصل تليفونك بالكمبيوتر وده الاختيار اللي انا هختاره دلوقتي. فبنجرد انك تدوس عليها هتفتح التليفون عندك. وهتفتح القائمة الفوق دي هتختار منها هتختار العلامة اللي هي بتاعة المربعين الجوهة بعد دي هتدوس عليها. فتلاقي عندك زاهر قدامك فهتدوس على الكلمة دي. واول ما التليفون يربط بالكمبيوتر هتلاقي شاشة ظهرت قدامك زي كده هتختار بقى هنا من التليفون هتفتح الكاميرا وتختار هتلاقي عندك الكاميرا ظهر زي كده. تقدر بقى انك انت تصغر الويندو ده على حسب ما انت عايز عايز تخليه بقى صغير كبير تحركه زي ما انت عايز. لو حابب انك تخليه بتدوس على العلامة دي فبتخليه يقدر انه يملى على قد الشاشة. فالموضوع بقى رجعلك انت عايز تعمل بعد كده افل الكاميرا دي. فده كده بيكون مصدر انت اضافته. لو عايز تضيف مصدر تاني انا هنا خلاص هلغي الكاميرا دي دلوقتي ممكن تقفلها من هنا لو حابب ان هي ما تبنش فتدوس على العلامة دي هتقفل من هنا. لو عايز انك تثبت المصدر ده هتدوس على العشان لو انت هتضيف مصادر تانية بعد كده يعني لو هنا جينا مسلا هنضيف مصدر تاني هتدوس على كلمة اضافة مصدر هتلاقي عندك مجموعة كبيرة بقى من المصادر اللي انت ممكن تضيفها لو عايز تعمل مسلا كابشور للجيم او يعني عايز تبقى بتلعب جيم فهتدوس على التقاط الالعاب ستفتحها هنا هتكتب اضافة هتلاقي هنا بيقولك بقى اختار الجيم اللي انت عايز تلعبه حسب بقى الجيم اللي فاتحه هتلاقيه ظاهر عندك هنا. فانا هنا هعمل اضافة مصدر تاني هجيب مسلا كاميرا تانية لو انت عايز تضيف كاميرا تانية. فبتجيب الكاميرا وتدوس اضافة. وبتزبط بقى الاعداد بتاعت الكاميرا التانية. انا هنا ما عنديش كاميرا تانية دلوقتي فهقفلها. هضيف مصدر مسلا زي فيديو لو انت عايز تعرض فيديو مسلا اسناء بتاعك. فهتجيب فيديو وتجيب اضافة. هتحدد بقى الملف اللي انت عايز تعرضه. هتدوس على كلمة تحديد الملف فهتختار مسلا الفيديو اللي انت عايز تعرضه وهتلاقي عندك كلمة التكرار دي لو انت عايز تخلي الفيديو يتكرر بعد ما يخلص. والكلمة بتاعي تشغيل الفيديو من البداية علشان الفيديو يبتدي من اول البس على طول. فانا هنا هدوس على اضافة المصدر. هتلاقي عندك الفيديو بتاعك ظهر بالشكل ده. لو حابة انك تخليه يملى الشاشة كلها هتدوس على العلامة دي فهتلاقيه ملالك الشاشة كلها. بس زي ما انت شايف هنا الكاميرا اختفت فده علشان انت بترتب المصادر من الشمال هنا. انا عشان ابقى بقى الكاميرا هنا هخلي المصدر ده فوق ده. فبتعيد الترتيب بتاعه من هنا عشان تقدر انك يعني تخلي فيه اكتر من مصدر حسب اللي انت عايزه. لو عايز بقى تغير الحجم بتاع الفيديو ماشي مفيش مشكلة. عايز تغير الحجم بتاع المصدر ده مفيش مشكلة برضو. انا هنا عشان عامله قفل فمش هينفع ان انا حركه فهفتح الاف لدوك. بعد كده اتحكم بقى في الحجم بتاعه تاني عادي بدون اي مشاكل. لو انت عايز بقى تضيف مصادر على قد ما انت عايز بتقدر انك تضفها من هنا. عايز مسلا تضيف رابط مسلا تقدر انك تضيف الرابط من هنا. لو حابب انك تضيف مسلا التقاط للشاشة تقدر تضفها من هنا. فعندك مجموعة كبيرة من المصادر بتختار منها على حسب الحاجة اللي انت عايز. ده بالاضافة بقى للاهداف اللي هي بتاعة اللايف زي مسلا لو عندك هدف عايز تضيفه هتدوس مسلا على الهدف ده وهنقول له اضافة. فهتحدد بقى الهدف بتاعك انت عايز متابعين ولا عايز مشتركين ولا عايز هدايا. فبعد متخلص تحديد الهدف بتاعك بتقول له اضافة المصدر. هتلاقي برضو الهدف بتاعك ظهر بالطريقة دي قدامك. فبتقدر انك تحط الهدف بقى على اي مكان في الشاشة زي ما انت عايز. فالموضوع سهل جدا يعني عايز بقى تمسح مسلا المصدر ده تقدر انك تمسحه من هنا من العلامة دي فهتلاقي مساح لك المصدر بتاع اللي هو الهدف اللي انت كنت محدده. هتلاقي عندك بعد كده في القائمة بتاعة التفاعل دي بقى زي ما قلت لك كل حاجات اللي بتخص التفاعل زي مسلا هدف لو انت عايز تحدد الهدف. هتختار مسلا هنا هتعدل في الموضوع بتاع الهدف ده وهتعايز تتزاود مسلا عدد الولود اللي هتجي لك وهتدوس حفز. وده هيتباين بعك بعد كده على البدء المباشر على طول. انا هنا طبعا انفصلت الكاميرا فعشان كده هتلاقي ان دي بقت شكلها كده ده بيكون شكلها لما الكاميرا بتفصل. هتلاقي عندك بعد كده تصويت سريع لو انت عايز تعمل اي تصويت عندك شغل وانت في البس شغال. هتلاقي عندك بعد كده تصويت لو انت حابب تصوت على موضوع معين. فبتدوس على تصويت نصي من هنا وبتختار بقى البيانات بتاعتك اللي انت عايز تحطها في التصويت. ودوس على كلمة حفز فبيحفظ لك البيانات دي كلها. فانا هنا هدوس خروج. وبعد ما بتخلص كل الاعدات بتاعتك وترتب المصادر وتعمل كل الحاجات دي فبتحدد بقى بعد كده العنوان بتاع البس المباشر بتاعك هيبقى ايه? هتختار بقى هنا تكتب عنوان معين مسلا لو انت حابب انك تغير العنوان هتختار هنا العنوان بتاع البس المباشر. لو عايز تغير الموضوع هتغير الموضوع من هنا. عندك بقى مواضيع كلها الجيمينج والدردشة والكلام ده. لو انت عايز تحط صورة تبثل الغلفة بتحط الصورة من هنا بتعدل بقى في الصورة لو انت حابب تعدلها فبدوس هنا فبتختار بقى صورة من الصور بتاعتك. لو انت عايز تختار وضع لقطة الشاشة تلقائية هو يختار صورة شكل تلقائي فبتختار الوضع ده. لو عايز تكتب نبز عنك فبتكتب هنا نبز عنك لو انت عايز تعدل فيها حاجة مسلا فبتدر انك تكتب هنا نبز عنك مسلا لو انت عايز تكتب اي حاجة في النبزة دي. بس ومجرد خلصت كل الاعدات دي هتدوس على كلمة حفز وبعد كده هتدوس على بدء اللايف هتلاقي ان اللايف ابتدى يشتغل معك او هتلاقيه فتح حلقة القيمة دي تاني يأكد عليك المعلومات دي. مجردك تأكد المعلومات دي هتقول له بدء اللايف هتلاقي اللايف فتح معك بدون اي مشاكل. بعد ما تفتح اللايف هتلاقي عندك بقى القيمة اللي في اليمين دي بيكون فيها اخر بيانات البث. زي المسهات اللي بتجي لك بقى او الهداية او اجمالي المشاهدات او لو في دردشة او شات بيحصل هتلاقيه في القيمة بتاعت dla دردشة. فدي بتكون كل المعلومات اللي بتخص البث المباشر اللي انت عايز تعمالها من على الكمبيوتر. لو عايز ترجع بقى تاني على الصفحة الرئيسية بعد ما تخلص البث بتاعك. فبتيجي هنا عند العلمة دي. وبتيجي عند مركز الصفحة الرئيسية. فتلاقيه نقلك على الصفحة الرئيسية اللي بيكون بقى فيها التحليلات وفيها كل البيانات بتاعت البتوث اللي انت عملتها قبل كده. فيعني الموضوع اسهل من كده ما فيش ويعني الموضوع بسيط جدا. وانت دلوقتي ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش ودلوقتي لا تفرج على فيديو تاني من الفيديوات اللي هتزهر قدامك. سلام.